مباراة الاهل وبلاتينيام الزنبابو الأخيرة شفتوا يا دوب معداش عشرين دقيقة إلا والاهل بيخسر اتنين من اللعابة المهمين جونيور أجيال اللي ثابت الحمد لله أنها إصابة خفيفة إجهات في العضلة الخلفية هيغيب عن مباراة الأربع مع مصر المقاصة لكن إن شاء الله بعدها يكون جاهز للمشاركة بإذن الله لكن كانت الإصابة الأصعب والأخطر ربما السنادي لأنه إصابة أخطر كمان من الرباط الصليبي اللي لحقت بالمدافع الدولي الجميل سعد سمير بقطع في وطر أكيلس كانت إصابة خطرة جدا إصابة مؤثرة خرج على إثريها وبكرة إن شاء الله بكرة الثلاث سعد سمير حيسافر إلى ألمانيا وحيدخل غرفة العمليات يوم الأربع بسرعة بسرعة لأنه الأهلي محتاج سعد في أسرع وقت وكمان الطبيب الألماني اللي حيجري الجراحة كان الكابتن سالعب حفيز عارف من خلال الجهاز الطبي بعد الاتصالات بالمستشفى الألماني إنه الجهاز الطبي اللي هيجري الجراحة هيكون عنده أجازة بعد 72 ساعة أجازات الكريسماس طبعا فكان ده التوقيت المهم جدا اللي يقدر يدخل سعد سمير فيه غرفة العمليات وتجرى ليه هذه الجراحة الدكتور خالد محمود كان من المقرر أن يسافر معاه لكنه ترتيبات حصوله على التأشير للسفر اتأخرت سنة فبالتالي ما فيش وقت ساعة ده يسافر بكرة الثلاث الأربع إن شاء الله هيخش غرفة العمليات ألف ألف سلامة سعد 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 يحيى سعد أعتقد التفاف زمايل سعد حوالين منه وإحساسهم به وشعورهم حتى بحجم الإصابة الحقيقة خلى كل الناس متأثرة جدا الزميل كريم حسن شحاتة علق على موقف حسام عشور كابتن الأهلي وهو مهتم جدا بإصابة سعد سمير نشوفه وزي ما قال الكابتن كريم حسن شحاتة الحقيقة هي دي روح الفرقة وهي دي أسباب دايما وأبدا تميز فرقة النادي الأهلي سيبكوا من كل اللي بيحصل شوفوا دايما وأبدا في الاحتفالات حتى بعد كل هدف قادل لقطة هي حسام تحت رجلين سعد واللي معاه فوق محمود متولي المنافس بتاعه على المركز بيلبسه جاكت ده هي دي لقطات خفيفة صويرة لكن بتعكس الروح الكبيرة قوي بتعكس سر حالة الفرقة أو حالة الدفء اللي داخل الفريق وأجواء فريق دي واحدة من أهم الأسباب اللي دايما وأبدا بتميز فرقة النادي الأهلي على كل العصور زي ما قال كريم حسام عشور كابتن التيم ما حانش قال له يعمل كده ومش من وظيفه يعمل كده ومش من مهامه يعمل كده بس إحساسه بزميله وإحساسه بالقلم اللي ساعد فيه ومسؤوليته ككابتن للفرقة أنه يطبطب على لعيب في لحظة زي كده اللي بتطبطب عليه ده كابتن الفريق اللي قاعد تحت رجليه ده كابتن الفريق هو ده النادي الأهلي يا جماعة وهي دي روح الفرقة وهو ده سبب من أسباب كتيرة جدا اللي بتميز فريق النادي الأهلي دايما وأبدا والروح اللي لازم يتحافظ عليها الإصابات الحقيقة كتيرة جدا يعني الناس اللي بتتكلم على سوء الأداء أو تراجع الأداء أو ليه الأداء اختلف لأداء الأهلي مع فيلر عن ما بدأ بيه هي دي من شوية ده أنا أقول لكم الستة الأساسيين الكبار اللي أي واحد منهم لو موجود هيلعب أساسي كله في المستشفى سعد سميرة ديكم شفتوا أطعف وتر أكيلس هيغيب حوالي 8 شهور إن شاء الله يرجع بالسلام وهيعمل العملية يوم الأربعة زي ما قلت لكم محمد محمود اللعب للناس كل الناس انتظرته أطور